موسيقى وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا في صفات عمار الارض احفظوا دي يا جماعة عمار الارض اي واحد من معمير الارض يعلم كل شيء عن شيء ويعلم شيء عن كل شيء تاني عمار الارض يعرف كل حاجة في تخصصهم يعني جاي بتخصصه لغاية اخر حاجة ويعرف شيء عن كل شيء ومصر انه يتعلم وبيدور على معلومات في الاقتصاد وفي السياسة وفي الرياضة وفي الطبيق وفي كل حاجة على فكرة سيدنا محمد كان كده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان لما تتكلم معاه تلاقيه يعرف كل حاجة عليه الصلاة والسلام وده بيورثه النبي ان تعلم كل شيء عن شيء وان تعلم شيء عن كل شيء عشان كده لو انا بشتغل في الاعلام مفوضة ادرس اعلام وافهم ازاي اطلع قدامي الكاميرا واتكلم مع حضراتكم لو انا بتعلم علمي شرعي عشان انقله للناس ازام اذاكر واتعلم واخد شهادة ورشهادة حتى اعلم كل شيء على قد ما اقدر طبعا حتى اعلم كل شيء في تخصصي واعلم شيء في غير تخصصي في كل تفاصيل الحياة ودي وانا قلت انت محتاج عشان انت عارف لي كده محتاج لو انت بلدك فيها اختيار رئيس قادم تدرس او تتعلم بعض اصول السياسة عشان تفهم يعني ايه رئيس وانه مطلوب منه لو في مجلس شعب تفهم بيعمل ايه مجلس شعب ده وما انت بتنتخب ازاي وبتأيد ازاي ولا هو من غير امانة ممكن ننجح واحد ما يكونش يستحق حاجة زي كده وانه حاسب امام الله عز وجل لو انت محتاج تفهم لو انت لسه متخرج جديد وهو بتشتغل بتبيع حاجة او بتشتري حاجة او تاجر محتاج تفهم فقه البيوع عشان ده تخصصك اه ده ما فوت تعلم فيه اغلب الاشياء تعلم كل شيء عن هذا الشيء محتاج لو انت بني ادم عايز تتقدم التقدم اصل التقدم جنب العلم حاجة اسمها ادارة الوقت لان الانسان بيعمل يا جماعة نجاحاته في الوقت فانت كل ما تتعلم ازاي تدير وقتك وانا تعلمت معلومة في الوقت شاء ليه بتحياتي شاء ليه بتحياتي يا جماعة اتعلمت تصنيفها للوقت خلتني بعد كده وانا هعمل ايدي الوقتي هو فقانهي تصنيف من تصنيفات الوقت عرفت ان الوقت بيتقسم لاربع مستويات حاجات بتعملها مهمة وعاجلة يعني مثلا عندي حلقة بكرة اصورها دي مهمة وعاجلة عشان ده شغلي وحياتي ورسالة حياتي فدي مهمة وبكرة فدي اهم حاجة تحطها في الوقت دلوقتي وفي حاجات مهمة لكنها غير عاجلة زي مثلا شهادة الدكتوراه بحاول اعملها اللي امتحان لسه بعد فترة بحاجة مهمة لكنها مش بكرة فانا هتطلعها خطة بعون الله سبحانه وتعالى فهي مهمة لكنها مش بكرة فتتحط لها خطة لكن الحلقة اللي هصورها مثلا بكرة دلوقتي لازم اخلصها او انت عندك امتحان بكرة او انترفيو لازم تجهز دلوقتي ففي حاجة اسمها مهم وعاجل حاجة اسمها مهم وغير عاجل على فكرة التصنيفة دي تفرق السماء والارض انت بتعملي دلوقتي وتعملي بكرة وحاجة اسمها مهمة وحاجة تانية اسمها عاجل لكنه غير مهم زي ايه؟ زي مثلا انت مشغول في شغلك ودرستك بسي مطش المطش عاجل المطش بعد ساعة لكنه مش حاجة مهمة في مصير حياتك فساعتها تحطها في المرتبة التالتة وحاجة تالتة وحاجة ربعة ولا مهمة ولا عاجلة عايزة تري حاجة تلبسها ومش فارقة معاك أوي ممكن بكرة ولا بعده ولا بعد بعد وعندك غيرها كتير دي غير مهمة وغير عاجلة مهم وغير عاجل عاجل لكنه مش مهم وغير مهم وغير عاجل رتب أولوياتك على كده ايه دي معلومة والله هتخلي انتجيتك في وقتك وفي شغلك وفي دراستك حتى في استمتاعك بوقتك لنفسك أكثر استمتاعا جرب المعلومة دي هادي معلومة تصبر لما تتعلم أكتر في إدارة الوقت وتعلم أكتر في تخصصك قد تفرق في ساعاتك وإنجازك في حياتك ودي السنة النبوية السنة النبوية إن الإنسان يبقى دايما وقل ربي زدني علمة